يلا بعد هادي اللقمة شو قالنا الحكيم لازم ناكل منيح عشان ننصح مش هيك بعدين انا اجازتي من الشغل حتخلص بديروح ومطمن عليك يا عمري يلا هادي بس اما 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 هاشوف مين ور قد هادي بعد موسيقى الموسيقى لا تخافش يا عمري لا تخافش تيني الشوكي وروك برني الشطور أنا يا أه ده أنت طلعت راجل جدع بقى يا عم شادي كل واحد مش وقت باله بس برافو عليك عشان أي حد يقرب ممهما أو أهل بيتك لازم تدفع عنه وهو هيجبوه من بره يا فتحي أنا جاي النهاردة عشان عتذر لك واعتذر لمامتك على أنا عملت المرة اللي فاتت وبعدين أنا واثق فيك أن أنت هتفهمني عشان إحنا رجالة زي بعض وساعات الراجل مننا يعني لما بيت نرفز بيقول كلام مش قدي كده بس أوعدك عشان خطرك أنا مش هزعلك تاني ولا هزع المنطق قاعدة رأسك أبوزة قاعدة رأسك أبوزة يلا يا عارفو تكمل أكلك جوه أبدا بالأبو يا شاكتور كان نفسي اللي قدمي بالنسبة له قاعدة رأسك أبوزة قاعدة رأسك أبوزة ما فيه عشرة تلاف جنيه بس أنا مش أنا مش عايز بتقطعيني ولا تتليني في الكلام اللي أقول مع الفلوس دي فيه شيك بنص مليون جنيه نص مليون جنيه ليه؟ الشيك ده بتاريخ الشهر الجاي يصرف من الفلوس الكاش دي لغاية ما نشوف انت هديحتاج الشيك ده ولا لأ بس ليه دك كله يا فتح؟ أنا عندي مشكلة كده بحلها الله أعلم هتتحل ولا مش هتتحل ومش عارف هتودينا على فين يعني إيه؟ يعني المشكلة دي لو اتحلت ورجعت هجيلك نشوف الحاجات اللي بيننا دي هنحلها إزاي أما بقى لو ما رجعتش فبقى أمنتك وأمنتك نيك وما خلتكوش تحتاكل حد بس أنت هيك قلقتني عليك أنا مني عارف شو فيه متأكدة محد إلي بس يا فتحي ما في شي بالدني بيستاهل أنك تعرض حالك للخطر عشانه لا فيه إيه يا فتحي في حاجات ما ينفعش تتاهل والواحد ممكن يدفع عمره تمنها بس اللي يخصك في الموضوع ده أن لو في احتمال واحد في المليون أن الودبني أبقى أنا كده عملت اللي عليها وأمنته بس إبنك محتاج إليك مش للفلوس هو ده اللي نقدر أعمله دلوقتي أما اللي هيحصل بكرة فدفعي من غير سلام يا منت الأجاجر فتحي أنا مش رح أصرف لتشكي فتحي أنا وشادي حانونتراكتر شعلنا لو حصل لي حاجة وما رجعتش والودبني بجد بيفتكريني معا بالخير وفتكرة بو مه بلخير بلخير